أساس جمال وهي الرؤية اللي انتو مصنلها يا انتو شايفين انه بنهاية الفين ستة وعشرين هو ستة وعشرين نهاية الفترة خاصة بالمجلس لا اربعة وعشرين عفوا عايزين نكون وصلنا لفين عايزين نكون في كده وصلنا لكده في ملف كده عملنا كده تصورك كرئيس مجلس لا بص احنا زي بنقول لحضرتك انت هنا بتعد منتخبات بتشتغل على المنتخبات وبتشتغل في نفس الوقت على تطوير المسابعات فالنهاردة تطوير المسابعات لما قلنا ان احنا هنغير القسم التاني ويبقى عندنا قسم تاني قوي بيعادل القسم المنتاز الاول خادنا في فترة بين الاتحاد المواصري والاندية تمام كلام كتير جدا لكن في الاخر استقررنا بيننا وبين الاندية ان يبقى في عشرين نهاية القسم التاني ده خلق ايه خلق تنفس كبير جدا دلوقتي مع الفرق اللي موجودة في القسم التاني سلسة مزعل الاندية اوي لا لا هو مش مزعل حاليا دلوقتي بس هم متقاوفين منه هو تسويق الدوري بتاعهم القسم اللي ما يبقى عشرين اللي بعده بقى فانا بقول لهم بطمينهم انه هيبقى فيه عندهم ربطة برضو ربطة الاندية للقسم التاني وزي ما ربطة الاندية للقسم الاول برضو يبقى موجود ده هم ده ربطة الاندية للقسم التاني هم مسؤولين برضو على التسويق نفس الحوق اللي موجودة في الربطة للقسم الاول هيبقى عندهم متواجدة هما هم صحاب القرار وهم اللي حيديروا المسابقة برضو في فترة اللي جاية فاحنا كل اللي عايزينه ان احنا الاول نطور مسابقتنا ونطور فكرنا كمان يعني ما يبقىش الاتحاد المواصر والاتحاد المركزي في التنفيذ المسابقت فقط ده واحدة الحاجة التانية انت طور مسابقت الناشئين فالناشئين عايز تعمل المسابقت بتاعتهم فتفكر في العمارة السنية كلها تعملها في المسابقات في المناطق وزي ما انا قلت لحضرتك بعد كده يبقى مستوى المناطق على مستوى القطاعات وبعد كده على مستوى القطاعات يبقى على مستوى الجمهورية ده بتطلع منها اجيال كتيرة جدا تعاونك مع سيتي كلاب من خلال الاكاديميات هيخلق برضو جيل تاني تعاونك مع مدارس في انك انت تخلق هتخلق جيل تاني تعاونك مع وزارة الشباب والرياضة في المشروع اللي هو عمله برضو حاليا دلقتي وانا بشكر الوزير اللي هو بيعمل برضو مشروعات كويسة جدا في فترة دي وخصوصا خاصة بالشباب هيبقى موجود موجودين مع المشروع اللي هو عالن عنه هو مشروع امداد المنتخبات والدفع للمنتخباته يبقى هو داعم للمنتخبات في فترة اللي جاية انا شاف المشروعات دي كويسة جدا هتساهم في فترة القدر هنشتغل عليها جدا لكن انت جوه انت جوه الاتحاد عندك شغل كتير تانا يعني عندك مثلا توفير ملابس الاتحاد ايوه ازاي اشتغلتوا على قصة ملابس الاتحاد دي استاذ جلال يعني احنا جينا برضو اه ممكن انا ارجع بالتاريخ الوراء في الفين واثناشر الفين وستاشر كنت انا عملت عقد مع شركة ملابس ووصلت الرقم معين كويس جدا سافدنا منه فجيت لقيت الشركة تغيرته بقت شركة تانية لكن اه اشتركوا في القناة